موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه حلقة من ملفات نصف مضاء موسيقى موسيقى المفروض أن نستأنف الحديث في مذكرات برزان إبراهيم الحسن التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين لكن التطورات الإقليمية والتطورات الحاصلة في لبنان تفرض علينا أن نكون من ضمن الحدث للحديث عن هذا الحدث وأيضا من نبتعد حتى عن الملفات نصف مضاء أو حتى من نبتعد عن مذكرات برزان إبراهيم الحسن ولا مذكرات سالم الجميلي مدير شعبة أمريكا السابق في جهاز المخابرات العراقي في عهد صدام حسين لبنان لماذا لبنان لماذا في كل حرب إقليمية أو توتر إقليمي أو انعطافة في تاريخ منطقتنا تجد لبنان في قلب الحدث لبنان يعني لنقل منذ العام 1948 منذ عام النكبة خاضت الجيوش العربية أو بعض الجيوش العربية عدة حروب مع الكيان الصهيوني الغاصم لكن لبنان الذي كان قد استقل في العام 1946 عن الاستعمار الفرنسي لم يكن قد شارك في أي حرب من هذه الحروب لاعتبارات كثيرة حقيقة منها ما يتعلق بالعقدية بمعنى أن لبنان بلد فيه مكونات كثيرة وحتى في داخل المكون الواحد الطائفة الواحدة المذهب الواحد هناك تفاصيل عديدة يعني المسيحي له تفاصيل عديدة والسني له تفاصيل عديدة والشيعي له لذلك هذه القضية قضية الصراع مع الكيان الصهيوني تحتاج إلى عقيدة واحدة إلى إجماع واحد هذا لم يكن متوفرا في لبنان لذلك لبنان اشتهر بأنه بلد مقاوم وليس بلدا عسكريا يعني دائما هناك حركات المقاومة فيه سواء كان من اللبنانيين أو من الفلسطينيين لبنان حتى قبل أن تنال استقلالها الفعلي من فرنسا كانت في قلب الحدث في الصراعات الإقليمية وما أكثرها بمنطقتنا لبنان كدولة ككيان حقيقة الأمر لم تشترك في أي حرب من الحروب التي قامت بين العرب والكيان الصهيوني لا في عام 48 ولا في عدوان ال56 ولا في عدوان ال67 ولا في حرب ال73 نهائيا كجيش وكاشتراك فعلي أو جفة مفتوها على الكيان الصهيوني بشكل رسمي من قبل الدولة اللبنانية بمختلف المراحل التاريخية بمختلف من حكم لبنان من الرؤساء ورؤساء الوزرات لا تشترك لكن دائما هي تكون ساحة مباشرة ومن أهم الساحات التي تتفاعل فيها الأحداث لجأ الفلسطينيون آنذاك بأسلحتهم القفيفة إلى لبنان لم يكن لديهم حل آخر لم تستقبلهم لا مصر ولا سوريا آنذاك لذلك لجأوا إلى لبنان ومن ثم بدأت هناك الإشكاليات اللبنانية فيما يتعلق بوجود الفلسطيني في عموم الساحة اللبنانية وخصوصا في بيروت من خلال مخيمات اللاجئين ومن خلال أيضا وجود الفصائل الفلسطينية التي كانت في مجملها من ضوية تحت منظمة تحرير الفلسطينية لذلك إسرائيل دائما كانت متواجدة استخباريا أو مخابراتيا لكي حقيقة تحد من هذا الفعل المقاوم لبنان ما تقتصر اليوم يعني حضورها على المشهد الإعلامي من هاي السنوات ولا حتى من قبل الاجتياح الصهيوني لبيروت عام 1982 ولا من آمل 2000 ولا من حرب 2006 ولا من الأحداث الحالية منذ 7 أكتوبر 21 ولحد هذه اللحظة لبنان كانت ساحة فعلية واللي يقرأ التاريخ واللي يستقرأ التاريخ ومن عايش تلك اللحظات من عايش تلك الأحداث يتذكر ويعرف تفصيليا أو جزئيا ماذا كان يدور في لبنان يعني بعد قرار القمة عام 1969 اتخذت منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت مقرا لها وانتقلت أغلب المنظمات الفلسطينية إلى بيروت ليش بيروت تحديدا بيروت ساحة مفتوحة إضافة إلى موقع لبنان الجغرافي المتاخم للكيان الصهيوني وفي قلب الخارطة المشتعلة انتقلت إلها المنظمات الفلسطينية وغير الفلسطينية في الحقيقة منظمة فتح الجبهة الشعبية الجبهة الديمقراطية الجبهة العربية الجبهة الشعبية القيادة العامة جماعة أحمد جبريل أيلول الأسود منظمات لا حصر لها في الواقع عاشت في جو من الحرية المفقودة في المحيط الدول العربية كانت وما زال أغلبها يحكم من قبل أنظمة شمولية لا تسمح بما تسمح به لبنان من أنشطة ومن فعاليات ومن حرية رأيه إن كانت نسبية وإن كانت واسعة لذلك اتجهت إليها تلك المنظمات واتجه إليها الأشخاص واتجه إليها المتمردون واتجه إليها الثوار واتجه إليها من اتجه إليها وكانت بيروت رائدة في هذا المجال وخصوصا في الستينيات والسبعينيات العرب يعني كما نظروا إلى فلسطين قبل لبنان نظروا إلى لبنان بعد فلسطين أيضا يقول يقول نزار قباني كانت فلسطين لكم بيضة أو دجاجة من بيضها الثمين تأكلون وكذا كذا العرب وخصوصا العرب الخليج كانوا ينظرون إلى بيروت على أنها متنف سياحي فقط لهم يعني وتعرف أيضا يعني كان المثقفون ينظرون إليها على أنها على أن لبنان بلد الحرية بلد التعايش ومن الممكن أن نقول أن لبنان كان يلجأ إليها الكثيرون يعني من دول عديدة ربما هربا من الدكتاتورية هربا من إسرائيل لاحتبارات كثيرة طلبا للحرية فيها المؤسسات الثقافية المتمكنة والرصينة وفيها مجلات الأدب والشعر وفيها مجلة الآداب وفيها مجلة شعر وكانت حقيقة تعيش عصرا ذهبيا ربما خصوصا خلال الستينيات الماضية لذلك أريد لها أريد لها أن أن تنتكس عدة انتكاسات وهذه الانتكاسات حقيقة كان العامل المسبب الأول لها هو الكيان السطهيوني يعني بالإضافة للإشتياح العلني الذي قام به الذي قامت به إسرائيل في العام 1978 ومن ثم في العام 1982 وما أحدثته من قتل وتحجير للفلسطينيين وقتل للبنانيين أيضا هجرت منظمة تحرير الفلسطينية إلى تونس بمساعدة إسرائيل بأمر من إسرائيل حدثت فيها المجازر الكبرى كمجازة صابرة وشاتلة في العام 1982 ومن ثم ظلت ظلت هذه القضية في لبنان ولم تهدأ حتى بعد اتفاق الطائف في العام 1990 بعد حرب عام 1973 بين العرب والكيان السطهيوني كانت مثل ما قلت يعني لبنان لم يشترك فعليا بقواته بمده لأن أصلا كما هو معروف لبنان لديه جيش لكنه جيش بلا أسنان ولا أظافر يعني تسليحة متفق عليه إقليميا ودوليا أن يكون سلاح غير فعال في الحقيقة يعني لا يملك ما تملكه الجيوش المجاور لا يملك مثلا دعك عن الكيان السهد لا يملك ما يملك الجيش السوري ولا حتى الجيش الأردني ولا العراقي طبعا ولا بقية الجيوش العربية ولا المصري يعني استسليح من باب ذر الرماد في العيون لكن بعد الحرب وأثناء الحرب حرب تشرين عام ثلاثة وسبعين كانت بيروت ولبنان ساحة من أهم ساحات المواجهة مع الكيان السهيوني وكان اللبنان مشتبك فعليا في الحرب لأن بالإضافة إلى وجود المنظمات الفلسطينية ومنظمات أخرى غير فلسطينية وأحزاب لبنانية تناوئ الكيان السهيوني وتبشر بمشروع تقدمي تحرري استنهاضي شكل لبنان خطر على وجود الكيان السهيوني وتطلعاته وأهدافه وخلطه في المنطقة حتى من قبل قيام حرب ثلاثة وسبعين كان الموساد الإسرائيلي والأجهزة الأمنية السهيونية تتخذ من بيروت ساحة عمل نشطة لها يعني نتذكر احنا اغتيال الصحفي والكاتب الروائي غسان كان هنا في قلب بيروت في عام واحد وسبعين وما قبله وما بعده كمال عدوان وكمال ناصر دولا مو مقاتلين وآخرين اغتيلوا يعني بشكل تفصيل اللي يريد يرجع للتاريخ وشهدت بيروت وشهد لبنان أحداث جسيمة لكن موضوعي أنا نريد أمهد للدخول إلى الحرب اللبنانية التي اندلعت في عام خمسة وسبعين صار قرار دولي وأمريكي غربي باتفاق فرنسا لأن فرنسا يعني تعتبر الدولة الراعية ولو شكلاً للبنان حتى اتفاق فرنسي على أن تقوم هناك حرب لإعادة ترتيب البيت اللبناني وفق المنطوق الغربي الصهيوني الفرنسي الأمريكي الآخرين الإقليمي فنشأت الحرب الأهلية ونشأت الكانتونات داخل لبنان وقام جيش سعد حداد في جنوب لبنان بإنشاء كيان حليف للكيان الصهيوني وحزب الكتائب وحزب الأحرار داخل لبنان اصطفوا إلى جانب بعضهم كما اصطفت الحركة الوطنية كما الجنبلات والحركة الفلسطينية وكانت جيش السوري قد دخل إلى لبنان إثر قرار القمة العربية لفصل النزاع بين المتنازعين واشتعلت الحرب الأهلية في لبنان وتقاتل أبناء البلد الواحد وكان الغرب وكانت إسرائيل تصب الزيتة على النار أنا أعتقد أنه كان يراد للبنان هذا المصير الذي الآن حقيقة نعيشه حتى الآن للأسف الشديد بمعنى أن يحرم كأنما أرادت إسرائيل أن تحرم على لبنان أن يكون مقاوما لها أو أنه يدخل معها في تطبيع وأنا حقيقة دائما أقول أن لماذا مثلا الأردن طبع مع إسرائيل ولماذا مصر طبعت مع إسرائيل ولماذا المغرب طبع مع إسرائيل ولماذا البحرين طبعت مع إسرائيل ولماذا الإمارات طبعت مع إسرائيل ولماذا السعودية سوف تطبع مع إسرائيل حقيقة لأن هذه الدول لا تمتلك عقائديات قوية ومتينة ولا تمتلك روح المقاومة وروح التصدي وروح الممانعة أما سوريا فإنها تمتلك هذه الروح لم تطبع العراق حتى الآن لم يطبع ولا يريد أن يطبع لأنه أيضا يمتلك روح المقاومة بفضل الحجر الشعبي وفضل الفصائل المقاومة العراقية ويراد لبنان أن يطبعه أو أن يتجنب المساس بلبنان لذلك أريد له أن تكون نهايته هذه النهاية المساوية ما نبتعد عن المذكرات وعن دور العراق في ذلك الوقت عراق البكر صدام حسين في تلك المرحلة في الاصطفاف إلى جانب قوات حزب الكتائب اللبناني والقوات المسيحية بين قوسين خلينا نسميها كان الخلاف البعثي 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 في العراق والبعثي في سوريا قد وصل إلى مراحل التصادم الفعلي وكان العداء الشخصي ما بين صدام حسين شخصياً وحافظ الأسد قد بلغ مداياته القصوى حس عداء شخصي منين أجيه يعني هما لا أبناء جيل واحد حافظ الأسد أكبر من صدام حسين لكن صدام حسين في نظرته إلى المستقبل وتطلعاته إلى الكرسي الأول لحكم العراق ناوى حافظ الأسد وناوى سوريا جراء هذا العداء لحافظ الأسد انتصاراً لميشيل عفلق ليكسب ميشيل عفلق إلى صفه في رحلة صعوده نحو السلطة وإلا هو شنو الخلاف بين حافظ أسد وصدام حسين يعني الخلاف هو شخصي بحث تنافس على مثلاً على شنو لكن صدام إلى حساباته الخاصة فلذلك في وقتها واللي يريد يرجع إلى مذكرات بعض القادة العسكريين عن تلك المرحلة يكتشف أنه العراق شكل لواء خاص انتقاء من أبناء صنف القوات الخاصة وصنف المغاوير ودخله ودوره وأوكل إلى كان مقدم ركن عسما الصابر عمر قيادة هذا التشكيل والدربه في قاعدة صلاح الدين في تكريت على حرب الشوارع وتكتيكاتها والتخلص من المآزق التي ممكن أن يقع بها الأسير وكيف يتخلص من الأسر والقيادة والسيطرة وما إلى ما تقتضيه حرب العصابات أو حرب الشوارع أو حرب الميليشيات داخل المدن وفعلاً راحت القوة بالبداية انتقلت إلى أحد القواعد المصرية طبعاً بالاتفاق مع أنور السادات ومن هناك من القاعدة وعلى دفعات في طائرات عسكرية ومن هناك انتقلت إلى بنغازي ومن بنغازي استؤجرت سفن تحمل العلم اليوناني سفن يعني ظاهرها أنها سفن تجارية انتقل بها هذا اللواء أربع فواج من القوات المسلحة وفوج من المتطوعين البحثيين ودخلت هذه القوات وجابهة الجيش السوري والمتحالفين مع الجيش السوري من المنظمات الفلسطينية والحزب التقدم الاشتراكي بقيادة كمال جنبلات وأحزاب أخرى الحزب القوم السوري منظمات هواية ودخلت في معارك تقريبا استمر وجود هذا التشكيل أو هذا اللواء الخاص ما يقرب من السنة وقدم منية بخسائر بالأرواح وكانت هناك الدير هذه العملية شعبة فلسطين في القيادة القومية ناصف حوات طبعا كانت المخابرات العراقية موجودة ويصرفون عليهم بسخاء يرجعون إلى عمر صلاح نظمي هذا الذاكر بالتفصيل هذه القضية فلوس وسلاح وسيارات ولوجستيات ما يحتاج اللواء والانتشار داخل بيروت وغير بيروت في داخل لبنان لكن اللافت والخطيق في هذه القضية يقال أن أحدى الوحدات كانت في سفينة شحن يعني وكان المقاتلون الذين يكتدون الزين مدني كانوا يعني مختبئين في سراديب هذه السفينة الشحن كأنما ظاهرت تهريب يعني للبشر وهذه مرت هذه سفينة الشحن مرت بها زوارق حربية صهيونية إسرائيلية وقررت أن تتركها تصل إلى موانئ بيروت آنذاك ويؤكد قادة أسكريون طبعا هذه التأكيدات بعد 2003 يعني بعد سقوط النظام الصدامي يؤكدون أن هذه الزوارق أن إسرائيل كانت على علم بأن هذه السفينة فيها مقاتلون عراقيون ودعتهم يعني يذهبون إلى بيروت حقيقة لتأجيج الوضع آنذاك يعني لصب مزيد من الزيت على النار فيما يتعلق بلبنان لمصلحة إسرائيلية وأيضا لأن هناك مصلحة كانت أيضا مشتركة ما بين الكتائب من جهة وما بين إسرائيل من جهة أخرى لبنان دائما وأبدا يظل ساحة مقلقة للكيان الصحيون لبنان كدولة لم يشترك بالحرب لكن فعليا هو في قلب المعركة وبعد نشوء الحركات الإسلامية حركة أمل ومن بعدها حزب الله اتخذ الصراع مع لبنان شكل عسكري مباشر وهجمت بيروت وقصفت بيروت وقصفت جنوب ومناطق أخرى في جنوب لبنان وفي شمال لبنان وفي البقاع وفي مناطق أخرى واغتيلت شخصيات من مختلف الاتجاهات السياسية لكن في السنوات الأخيرة في السنوات الثلاثين الأخيرة تركز الصراع ما بين المقاومة الإسلامية اللبنانية بمختلف تشكيلاتها وانحصرت أخيرا بحزب الله اللبناني تزامنت معها الاشتياح الصراعيوني لبيروت ومن ثم تهجير الفلسطينيين منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس آنذاك يعني حسب المعلومات الأكيدة والثابتة أن البديل للكتائب اللبنانية مثلا صارته حزب القوات اللبنانية وحزب القوات اللبنانية كان قد وقف مع الإسرائيليين يعني هذه من المسلمات لذلك حقيقة ضعف الجبهة الفلسطينية يعني ضعف الفصائل الفلسطينية المنظوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وهي كانت عديدة يعني سواء على مستوى الجبهة الشعبية للتحرير الفلسطين الجبهة الديمقراطية للتحرير الفلسطين وغيرها حقيقة من الحركات كانت قد بالفعل يعني ضعفت أو لم يكن لها قوة أو حول للتماسك ومن ثم ظهرت في البداية يعني حركة أمل حركة المستضعفين التي يعني تأسست تحت عباءة الإمام موسى الصدر ومن ثم كانت إيران قد أعلنت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني وكانت هناك حرب عراقية إيرانية طبعا هذه الحرب التي استفادت منها الكيان الصهيوني كثيرا وكما نعرف جريدا أن هذه الحرب تمت بأمر أمريكي لصدام بمهاجمة الأراضي الإيرانية بدلا من يوم 22 أيلول 1980 ولم يكن الجيش الإيراني بكامل استعداده لأنه كانت هناك ثورة وكانت هناك ربما بعض التصفيات وكان الناس يعني في إيران كانوا حقيقة يعني متفاجئين بهذه الحملة الصدامية آنذاك لذلك حقيقة كانت انبثاقة حزب الله في لبنان أيضا في العام 1982 وكان له دور كبير في قيادة حركة المقارمة ومن ثم حقيقة يعني شيئا فشيئا يعني تحولت المقاومة من يعني يسارية أو يعني فيها فصائل عديدة ربما وكانت تسمى مثلا بالمقاومة الوطنية اللبنانية شيء من هذا القبيل كان الأساس صار الأساس لاحقا بالمقاومة الإسلامية في لبنان بقيادة حزب الله فلماذا لبنان؟ وهل سيظل لبنان ساحة في السنوات وفي العقود القادمة لهذا الصراع؟ هذا ما تجيب عنه الأيام والحوادث القادمة نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة